رسالة تقول يا شيخ الحل اللي يعصب في رمضان هل يوجد دعاء يبعده عن العصبية استعذ بالله من شيطان رجيم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة رجلا قد غضب على أخي قال إني لا أعلم كلمات لو قالها لا ذهب عنه ما يجد ما هي أعوذ بالله من شيطان رجيم بس يعني أنت أنت سائق أنا ما أعلم نكون واقعيين أنا أعلم أن هناك هناك ناس يقود السيارة بطريقة ما تجعلك تعصب بس تفكر بالانتحار يعني مثلا مسرب 120 هو ماشي 40 ويتكلم بالموبايل وتعطي دم تعطي كذا وما يذهب أنا أعلم يوجد هذه النوعية هذا أعلم لكن إذا وقع في قلبك غضب دائما استعذ بالله من شيطان رجيم لا تضيع صيامك لمن لا يستحق يعني رجل لا مبالي مكترث كذا وانت تضيع صيامك عليه هذا نحن نتكلم عن الشارع لسا الأسرة هذا موضوع ثاني تدخل البيت كذا السلام عليكم يا أبو محمد وعليك السلام يا محمد ها أتيت باللحم أيها لحم لم لم تأتي كيف سنأكل تكلت كأمك ويضربون ببعض فهذا في رمضان على كل حل من معي لا نريد أن نتكلم أبو محمد تفضل الحلو في رمضان المساجد ملأة واللي مو بحلو في رمضان ما تحصل لنعالك بعد الصلاة هذا أيضا موضوع أصبر هذا راح تناوله القول الفصل معكم لنهاية رمضان أيضا رسالة تقول الأخت اللي سألتكم لا تريد عريس تقول نقول لها قال الله دعوني أستجب لكم هيو صدقتي هل هو القول الفصل أم خطابة وسيم يوسف يعني بعد من معه ومزايا